السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في قناة عين في دروس العلوم للصف الثالث متوسط معكم الأستاذ وفار بيعان ويرافقني ومعلم لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيش نستكمل بحول الله اليوم إثراءنا الجزء الثالث لفصلنا الثالث في تعميق مفاهيمنا لفصلنا الثالث كالعادة لدينا ثلاثية التفوق، التركيز والتحفيز والتلخيص متابعة الفيديوهات، مناقشة مع المعلم والزملاء حل أسئلة نهاية الدروس والوحدة ومراجعتها المتابعة اليومية للدروس عن بعد وحل الواجبات وكالعادة أيضا لدينا ورقة لتدوين الملاحظات نكتب بها الإسم الموضوع والتاريخ وأبرز الأفكار الأساسية الواردة في الفيديو ثم بعد ذلك نلخص بكلماتك أو كلماتك الخاصة ما ورد من مفاهيم علمية في الفيديو المذكور نعمق مفاهيمنا في فصلنا الثالث أنواع النقل في الخلية ذكرنا هناك غشاء سيتبلازمي أو بولازمي يحيط بالخلية نعم يحيط بالخلية الحيوانية هذا الغشاء هو شبه نفاذ ما هي وظيفة وظيفة النقل ونحن نعرف النقل دخول وخروج المواد من وإلى ماذا الخلية لذلك كان لدينا هناك نوعين من النقل نقل سلبي لا نحتاج فيه إلى طاقة فتدخل هذه المواد دون الحاجة لطاقة لدفعها أو إخراجها النقل الآخر هو نقل نشط هو الحاجة لماذا؟ الحاجة لطاقة لإدخال أو خروج هذه المواد طبعا لماذا نستخدم النقل النشط؟ لأننا عكس 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 ما هو موجود ماذا يعني لهذا الكلام؟ نسترجع مفاهيمنا في النقل السلبي أيضا كذلك البلعمة والإخراج أيضا الخلوي من أنواع هذا النقل النقل السلبي لدينا الانتشار الخاصية الأسموزية والانتشار المدعو نستذكر ما هو الانتشار الانتشار هو انتقال الجزئات من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض كمثال على ذلك مثلا لو قدر الله مثلا لو مثلا حدث قدر الله عز وجل مثلا حدث تسرب في المنزل لغاز لغاز الطبخ وعند دخول غير المطبخ نعرف أن المطبخ هو في آخر المنزل وعند دخول الأشخاص للبيت ما الذي حدث شموا رائحة هذا الغاز فعرفوا أن هناك ماذا تسرب للغاز في منزله إجراءات السلامة أو الوقاية في هذه الحالة ماذا إغلاق التيار الكهربائي نعم فتح ماذا النوافذ لماذا لخروج هذا الغاز هنا انتقل الغاز من منطقة تركيز عالية التي هي المطبخ إلى منطقة تركيز ماذا منخفضة اللي هو أول ما فتحوا ماذا باب المنزل أو أول ما دخل الأشخاص وأصحاب البيت إلى المنزل كذلك عند العطور عندما نضع عطر ما الذي يحدث ينتقل يعني أنا هنا في هذا الموقع مثلا أضع عطر لما يمر الشخص مثلا ينتقل رائحة الغاز لأن خاصية المادة الغازية لها خاصية الانتشار ما هي الانتشار؟ انتقال من منطقة تركيز مرتفع إلى منطقة تركيز منخفض وخذنا تطبيقات في جسمنا غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الأكسجين ينتقلان عن طريق هذه الخاصية الأسموذية من تركيز عالي إلى تركيز منخفض لا حاجة إلى طاقة لماذا؟ لأننا في اتجاه التيار الخاصية الأسموذية هي عملية انتشار الماء هي كذلك مثل عملية الانتشار لكن من منطقة تركيز من منطقة يكون كمية المذيب أعلى إلى منطقة يكون كمية المذيب أقل نسبة المذيب بالنسبة المذيب تكون عالية إلى منطقة نسبة المذيب إلى المذيب تكون قليل إذن ما زلنا من تركيز عالي إلى تركيز منخفض إننا نحن لا نحتاج إلى طاقة اتشار المدعوم جزئيات كبيرة الحجم كالسكريات هي بحاجة أنها تنتقل من تركيز عالي إلى تركيز منخفض لكن من الذي في هذا الحال بوجود ماذا بروتينات ناقلة لأن نحن نعرف أن الغشال بلازمي عبارة عن طبقتين ماذا من الدهون أو اللايبيدات تنغرس فيها ماذا البروتينات ماذا الناقلة البلعمة عملية دخول المواد إلى ماذا نحسنتم دخول المواد إلى الخلية بلعمة من كلمة ماذا يبلح دخولها عن طريق انتناء ماذا احاطة ماذا بينما الإخراج الخلوي إخراج المواد من الخلية وعادة في الفضلات إلى خارج ماذا الخلية عن طريق أيضا اندماج ماذا الحويصلة أو الفجوة التي فيها الفضلات أو المواد الزائدة بالغشاء ماذا تندمج بالغشاء النواء الغشاء أسفل بلازمي بحيث أنه ينثني إلى ماذا إلى الخارج ثم بعد ذلك تخرج هذه الحويصلة بينما النقل النشط ما الذي ذكرنا فيه هو حاجة إلى الطاقة نحن ننقل من تركيز ماذا حسنتم من تركيز منخفض إلى تركيز ماذا إلى تركيز مرتفع أيضا تكلمنا طبعا هذه كلها عمليات النقل في أي خلية من خلايا الكائنات الحية هناك عملية تتم على الطاقة في الخلية نحن نتناول الغذاء وهذا الغذاء يحتوي على طاقة كيميائية تحولت الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في هذا الغذاء لابد تجرى عمليات على الطاقة في هذا الغذاء داخل كل خلية لماذا؟ لتحول الطاقة الكيميائية إلى أشكال أخرى من الطاقة بحيث نستطيع نتحرك هل نستطيع أن نتحرك دون غذاء؟ لا هل نستطيع أن نفكر دون غذاء؟ لا هل نستطيع أيضا درجة حرارة جسمنا؟ هل تبقى ثابتة دون غذاء؟ لا يمكن لذلك نحن نحتاج لهذا الغذاء لماذا؟ لأن هناك عمليات تتم على هذا الغذاء لتحويل الطاقة من شكل لأشكال أخرى وبذلك يكون قانون حفظ الطاقة محفوظ الطاقة لا تفنى لا تأتي من العدم ولكن بقدرة الله عز وجل هي تتحول من شكل إلى شكل ماذا آخر هناك ثلاثة عمليات البناء الضوئي وذكرنا البناء الضوئي أو التمثير الضوئي خاص فقط للنباتات ذات اللون الأخضر التي تحتوي على البلاستيدات خضرة لماذا؟ ما الذي يحدث؟ لأنها توجد صبغة الكلوروفلي في البلاستيدات الخضرية تحول ضوء الشمس إلى شكل آخر من أشكال الطاقة وتصنع الغذاء لماذا؟ للنباتات الخضرة إذن النباتات الخضرات تقوم بالبناء الضوئي هي منتجة للغياء هل طبعا لو نقارن بين الإنسان والحيوان والنبات النبات ينتج غذاء بنفسه وما زاد من حاجته يخزنه على شكل ماذا؟ ثمار، تفاح، التمر، الفراولة أي أنواع من الفواكه هي عبارة غذاء مخزن خلاص؟ استفادت وخزت الغذاء على شكل ثمار لكن هل الإنسان أو الحيوان يستطيع داخل جسمه أن ينتج غذاءه؟ نفكروا قليلا، لحظة صمت فكروا قليلا فيها أحسنتم، لا يمكن أن يستطيع ماذا؟ إنتاج غذاءه بنفسه، لكن هو يذهب ويتناول الغذاء من ماذا؟ من النباتات الخضراء أو من ماذا؟ أو من الحيوانات إذن الإنسان والحيوان ليسوا منتجين للغذاء كالنباتات الخضراء، لكنهم مستهلكين عملية بناء الضوء إذن هي خاصة للنباتات الخضراء التنفس والتخمر هي خاصة، التنفس لجميع الكائنات الحية إنسان حيوان نبات، الإنسان يتنفس، الحيوان أيضا يتنفس والنباتات الخضراء أيضا تتنفسها طيب، ما هي عملية التنفس؟ أحسنتم، أخذ غاز ماذا؟ الأكسجين وطرح غاز ثاني أكسيد ماذا؟ الكربون نجي التخمر، التخمر من الذي يقوم بعملية التخمر؟ أحسنتم رائعين ما هو عملية التخمر؟ أيضا تحرر الطاقة لكن دون الحاجة إلى أكسجين إذن ما الذي يحدث في جميع؟ لماذا نتنفس؟ فكروا قليلا لماذا نتنفس؟ أحسنتم لكي نأخذ غاز الأكسجين ماذا يعمل هذا غاز الأكسجين؟ أحسنتم يحرر الطاقة من ماذا؟ من الغذاء لأنه غاز يساعد على ماذا؟ على الاحتراق إذن تنفس عملية تنفيها تفاعلات كيميائية تحل الجزيئات الغذاء المعقدة إلى جزيئات ماذا؟ أبسط منها بوجود غاز ماذا؟ الأكسجين لماذا أنه غاز يساعد على ماذا؟ على الاحتراق التخمر هو الحصول على الطاقة أيضا المخزنة في جزيئات السكر دون وجود الأكسجين نحن لا نحتاج إلى ماذا؟ الأكسجين البناء الضوئي تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في الغذاء اللي هو دائما ناتج البناء الضوئي هو غاز الأكسجين وأيضا الغذاء اللي هو على شكل ماذا؟ السكر وهذه معادلة البناء الضوئي ثاني أكسيد الكربون مع الماء مع ضوء الشمس تمت عملية البناء الضوئي أن تجري الأكسجين وأن تجري أيضا الغذاء اللي هو على شكل سكروز أو سكر بسيط هنا وضعنا مقارنة ثلاثية طبعا نحن لو جينا نظرنا الأمر أيهم يحرر طاقة أكثر هل هو التنفس أم التخمر؟ فكروا قليلا أحسنتم نعم التنفس يحرر طاقة أكثر التنفس يحرر طاقة أكثر نحن نحتاج للتخمر حقيقة عندما لا تكفينا الطاقة التي تخرج من عملية ماذا؟ التنفس فنقوم بعملية ماذا؟ التخمر وناتج هذا عملية التخمر هو ماذا؟ حسنتم هو حمض اللاكتيك الذي قد يسبب التشنج لماذا؟ للعضلة البناء الضوئي النباتات المنتجة للغذاء وهي الخضرة لوجود صبغة الكلوروفيل في البلاستيدات الخضرة تكوين الغذاء هذه النواتج والأكسجين الموادة الداخلة هي الماء وضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون على العكس تماما عملية التنفس يعني عملية البناء الضوئي وعملية التنفس هما عمليتان متعاكستان هنا لجمع الكائنات الناتج انتاج طاقة ماء ثاني أكسيد الكربون المواد الداخلة هي ماذا؟ جيليكوز اللي هو الغذاء في أبسط صورة له لمنتيجة هضمه لا بد أن يتحول إلى سكر جيليكوز في أبسط صورة لكي يتم عملية ماذا؟ التفاعل مع الأكسجين أين يتم؟ يتم في الميتوكنديريا هنا أين يتم البناء الضوئي؟ فكروا قليلا نعم رائعين أين يتم؟ في البلاستيدات الخضرة لكن هنا في الميتوكنديريا التخمر أيضا لجميع الكائنات الحية انتاج ثاني أكسيد الكربون وكحول وحمض ماذا؟ اللبن أو يسمى بحمض اللاكتيك المواد الناتجة تحلل الجيليكوز هالجيليكوز اللي هو السكر البسيط بعد عملية الهضم يتم عملية تحلل دون وجود ماذا؟ دون وجود أكسجين أين يتم؟ يتم في السيتو بلاستيدات خضرة خاص فقط للنبات لجميع الكائنات الحية في الميتوكنديريا في السيتو بلاستيدات أيضا تكلمنا عن انقسام الخلية وذكرنا الخلية وحدة ميناء والتركيب والوظيفة في جسم الكائنات الحية هذه الخلية يزداد 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 حجمها يحدث لها أحد أمرين إما أن تنقسم والانقسامات متتالية أو ما الذي يحدث لها تتوقف عن الزيادة في ماذا؟ في الحجم لماذا يتم عملية الانقسام؟ نمو نمو زيادة في ماذا؟ في الحجم تكاثر إنتاج أفراد من نفس النوع وتعويض ماذا؟ الخلايا ماذا؟ التالفة وهذا اللاحظة إذا حدث ماذا؟ إذا حدث جرح في يدك أو ما إلى ذلك أو في يدك؟ ما الذي يحصل له؟ تتم عملية انقسام الخلية لماذا؟ لتعويض هذه الأنسجة التالفة بعد شهر شهرين كأن لم يحدث ليدك أي شيء طبعا ذكرنا أن لكي تحدث عملية الانقسام لا بد أن الخلية تقوم بمرحلة أو بعملية تسمى دورة الخلية هي مراحل ماذا؟ متعاقبة من الانقسام الأول للانقسام الذي يليه هذا دورة الخلية تتم على عدة أطوار الطورة البيني وهو أغلب وقت الخلية الحقيقية النوى تكون في الطورة البيني ما الذي يحدث في الطورة البيني؟ تنمو تتضاعف العضيات هي النسخ الديني وتتضاعف ماذا؟ الكروموسومات تنمو الخلية وتتهيأ للانقسام المتساوي ثم بعد الطورة البيني تضاعف ماذا؟ الديني نسخ الديني وتضاعف ماذا؟ الكروموسومات كبراء أو العضيات ثم بعد ذلك تدخل لمرحلة حدوث الانقسام المتساوما الذي يحدث النواء إلى نواتين متماثلتين ثم بعد ذلك ندخل لمرحلة الانقسام الخلوي الخلية الواحدة إلى خليتي هذه هي مرحلة أهمية الانقسام إذن خلصنا من الطورة البينة أي عملية من عملية الانقسام المنصف أو الانقسام المتساوي نحتاج فيه أن الخلية تدخل في مرحلة ماذا؟ مرحلة الطور البينة وجميع العمليات لابد من أي خلية لكي تقوم بانقسام منصف أو انقسام متساوي لابد يكون لها دورة هذه الدورة طور بيني ثم تدخل في الأجزاء الثانية خلينا نشوف الانقسام المتساوي انقسام المتساوي يحدث في الخلية في الخلايا إنسان حيوان نبات يحدث في هذه الخلية لماذا؟ يحدث لعملية ماذا؟ النمو والتكاثر هذه أهميته أو هذه وظيفته عبر أربع أطوار الطور التمهيدي هذا الطور الطور الاستوائي ما الذي يحدث في هذا الطور التمهيدي؟ ذكرناه سابقا فكروا معي قليلا ما الذي يحدث؟ أحسنتم بعد الطور البيني ما الذي يحدث؟ حتى تلاشى ماذا؟ الغشاء الأنوية نعم أحسنتم عندي مريكزات منها خيوط مغزلية حتى تظهر عندي في هذه المرحلة حتى تظهر عندي أيضا ماذا؟ الكروموسوم المتضاعف اللي سميناها يتألف من ماذا؟ من زوجة من ماذا؟ من الكروموتايدات ثم تصطف ماذا هذه الكروموسومات أو أزواج الكروموتايدات نعم تصطف الطور ماذا؟ الاستوائي في الطور الانفصالي تنفصل هذه ماذا؟ أزواج الكراموتايدات ونطلق عليها في هذه الحالة كل نواة تحتوي على كروموسوم ثم يحدث عندي الطور النهائي اللي هو عملية ماذا؟ انقسام ماذا؟ أحسنتم اللي هو انقسام السيتو بلازمي نعم تخصر للسيتو بلازم ثم بعد ذلك تنقسم النواة إلى ماذا؟ إلى نواتين ومن ثم الخلية إلى ماذا؟ إلى خليتين هذه مرحلة الانقسام المتساول وظيفة في الكائنات التي تتكاثر جنسي هو النمو وتجديد الخلايا التعرفة أخذنا أيضا الانقسام المنصف ماذا ذكرنا في الانقسام المنصف؟ قلنا الانقسام المنصف تقوم به الخلايا الجنسية التي تتكاثر ما الذي يحدث في هذه الحالة عندنا على مرحلتين تشبه أو شبيهة تماما بالانقسام المتساول طورة والحاجة المرحلة الأولى بعد الخروج من الطورة البيني طور تمهيد أول طور استوائي طور انفصالي أول طور نهائي أول ثم ندخل للمرحلة الثانية طور تمهيدي ثاني طور استواءي ثاني أيضا كذلك طور انفصالي ثاني ثم طور نهائي ماذا؟ ثاني وضعنا مقارنة بين الانقسام المنصف والانقسام المتساوي طبعا هذا الانقسام المنصف والمتساوي يحدث في جميع الكائنات في حالة ماذا؟ في الكائنات التي تتكاثر جنسيا يحدث فيها النوعي هذا بالنسبة لماذا؟ للمنصف للخلايا الجنسية وهذا الانقسام المتساوي للخلايا الجسدية لكن في الخلايا التي تتكاثر لا جنسيا فعادة يحدث لها انقسام متساوي للنمو للتكاثر ولماذا؟ للتجديد ولا يحدث لها انقسام ماذا منصف خلينا نشوف وجه المقارنة بين انقسام المتساوي والانقسام الاختزالي أو المنصف ولماذا سمينا في الانقسام المنصف والاختزالي لأنه يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف يختزلها ندخل عند الإنسان ب46 خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية 46 كروموسومة الخلية الأصلية يخرج لخلايا بنصف عدد ماذا الكروموسومات من الخلية الأصلية 23-46 على 2 يعطينا 23 إذن نوع الخلية في الانقسام المتساوي هي خلايا جسدية هنا خلايا ماذا جنسية الخلية الأصلية هي ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N احنا قلناها 2N هنا أحادية المجموعة الكروموسومية فقط ماذا إن يعني إذا بدأنا عند الإنسان 46 يعني هنا هيكون كم عندي 23 يعني توئن 2 في كم 2 في 23 2 في 23 2 في 23 يعطينا كم يعطينا 46 عشان كذا قلناها توئن عدد الخلايا الناتج احنا عرفنا في الانقسام المتساوي النوائلة نواتين متماثلتين بهم نفس العدد إذن عدد الخلايا خليتين ثنتين متماثلتين في الانقسام المنصف ما الذي يحدث أربع خلايا طبعا كل خليتين 46 23 23 23 23 إذن أربع خلايا بها نصف عدد ماذا الخلية الأصلية الخلايا الناتجة ثنائية المجموعة الكروموسومية 46 عشان كذا نقول لها 2N هنا أحادية ماذا؟ أحادية المجموعة الكروموسومية تحتوي 23 وهذا سبحان الله من قدرة الخالق عز وجل لأنه هيحدث بعد ذلك عملية التزاوج بين الخلية الذكرية والخلية الانثوية 23 23 فيطلع لكائن حي أو بويضة مخصبة بـ 46 ماذا كروموسوم اللي هو بداية يشتكوين ماذا المخلوق الحي فهذا من قدرة الله عز وجل عدد الكروموسومات نفس العدد في الخلية الأصلية هنا نصف العدد في الخلية الداخلة في العملية الأساسية إذن هذا هي وجه المقارنة بينهما خلينا نشوف مع بعض نقرأ سويا هذه الأسئلة ونحل مع بعض في الأسئلة الموجودة لدينا خلينا نبدأ بفصلنا الثالث اختبار مقنن نقرأ سويا أسئلة الجزء الأول أسئلة الاختبار من متعدد دون الإجابة في ورقة الإجابة التي يزودك بها معلمك اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي أي العمليات التالية تنتج لي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه مع حوى الزفير إذن هذه عملية ماذا؟ نحن طبعا هو تكلم على ماذا؟ الذي تخرجه يعني عند الإنسان نحن نخرج غاز ثاني أكسيد الكربون مع حوى الزفير هل خاصية أسموزية؟ لا طبعا هل هي بناء ضوء؟ لا طبعا البناء ضوء خاص للنباتات ماذا أحسنتم للنباتات الخضرة؟ هل تصنيع الدين يتم بهذه الطريقة؟ طبعا لا يتم إذن هي عملية ماذا أحسنتم؟ هي عملية التنفس نعم أي مرحلة من دورة الخلية تتضمن النمو والوظيفة؟ في أي مرحلة إحنا الخلية؟ قلنا لها دورة تبدأ بالطورة البيني تضاعف نعم نسخة ديني أيضا كذلك تضاعف الكروموسومات الاستعداد والتهيئة لماذا؟ للانقسام إذن في أي طور من الأطوال؟ طبعا في أي طور؟ أحسنتم تضمن النمو والوظيفة إذن هو في أي دورة من دورة الخلية؟ هي في الدور أو دورة البيني النمو أو المرحلة البينية خلينا نشوف نستعمل الشكل الأدناه عن السؤال الثلاثة وأربعة ما نوع التكاثر اللاجنسي؟ طبعا هنا عندي البطاطس تتكاثر تكاثر ماذا؟ لاجنسي عن طريق ماذا؟ الدرانات اللي هو عبارة عن إنشاء الانقسام ماذا؟ أحسنتم انقسام الخلوي رائعين وليس انقسام ماذا؟ انقسام منصف النوى النواتين والخلية إلى ماذا؟ إلى خليتين إذن هو لدينا انقسام ماذا؟ هو انقسام خلوي ونقدر نقول عنه عن طريق ماذا؟ الدرانات أو الأجزاء ماذا؟ الخضراء كيف تكون المادة الوراثية للنباتة الناتجة على مقارنة بالنباتة الأصلي؟ هنا نوع التكاثر تكاثر لا جنسي وقلنا إما تبرع تجديد أو ماذا؟ أحسنتم أو قلنا ماذا؟ أو قلنا انقسام ماذا؟ خلوي أو قلنا عملية ماذا؟ الانشطاء لا بد في التكاثر اللاجنسي يقوم به أحد الوالدين ويكون الكائن الجديد صورة طبق الأصل من الكائن الذي يقوم بعملية التكاثر إذن هل هو مطابق له؟ مختلف عنه؟ يحتوي على نصف المادة مختلف عنه؟ ما هو برأيكم؟ أحسنتم مطابق له تماما خلينا نشوف السؤال الخمسة إذا احتوت خلية جنسية على ثمانية كروموسومات إذن عندي خلية جنسية بثمانية كروموسومات فما عدد الكروموسومات فيها بعد الإخصاب؟ إذن ثمانية كروموسومات من أحد الآباء وثمانية من الأب الآخر يحدث عملية التزاوج يتكون ماذا؟ البويضة ماذا؟ البويضة الملقح أو الزايجوت بكم؟ بكم؟ ثمانية زائد ثمانية كم؟ 16 كروموسوم ثم تدخل هذه الخلية في طور ماذا؟ الانقسامات الانقسام المتساوي أحسنتم لتكوين ماذا؟ أحسنتم لتكوين ماذا؟ لتكوين الأنسجة ومن ثم تكوين الأعضاء ومن ثم تكوين ماذا؟ الأجهزة إذن هنا عندي هذا الجنين حتى ويذكر لي بعد عملية الإخصاب إذن بعد عملية الإخصاب لابد تكون عندي ماذا؟ الخلية ماذا؟ ما الذي تحتوي؟ تحتوي على مجموعة ماذا؟ مجموعة الخليتين اللي هي البويضة والحيوان المنوي سيكون عندنا كمد القيمة سيكون عندنا الـ 16 لأننا دائما ما الذي يحدث في هذه العملية اللي هو جمعهم لكي تكون البويضة المخصبة أيضا كذلك لدينا الجزء الثاني أسئلة الإجابات عن ماذا؟ عن الأسئلة الإجابات القصيرة نقف قليلا لنقرأ هذا السؤال لحظة دقيقة سؤال 10 كيف تؤثر عملية المضغ في قدرة جسمك على إنتاج الطاقة الكيميائية المخزنة في الطعام عندما تقوم بعملية المضغ ما الذي تقوم به حقيقة؟ فكر قليلا نعم رائعي فراز اللعاب اللي هو يعتبر أنزيم ما الذي يقوم به هذا الأنزيم؟ أحسنتم يقوم بماذا؟ بتفكيك الطعام إلى أجزاء ماذا أصغر منه هذه هو بداية عملية الهضم بداية عملية الهضم تكون في الفهم عن طريق الأنزيم اللي هو اللعاب يفكك وهل يحرر من الطاقة؟ طبعا الغذاء فيه طاقة كيميائية ونحن في عملية التنفس وبوجود هذه الأنزيمات نفكك صحيح؟ لكي نحرر هذه الطاقة الكيميائية حقيقة لا يتحرر كمية كبيرة منها لكن يتحرر جزء بسيط من الطاقة ثم تتابع عملية التحرر في المعدة والأمعاد دقيقة إذن عملية المضغ ما الذي تقوم به؟ تقطعه إلى أجزاء صغيرة هنا يكون دور الجسم قادر على إنتاج الطاقة بشكل أفضل إذن نحرر بصورة بسيطة وضح من أين يأتي النشى المخزن في حبة البطاطس أفكروا قليلا النشى في حبة البطاطس يتواجد بها نشى من أين هذا النشى؟ فكروا معي قليلا أحزنتم عملية ماذا؟ البناء الضوئي نعم البناء الضوئي ما الذي ينتج لي في البناء الضوئي؟ تأخذ النباتات ماذا الخضراء؟ تأخذ ماذا؟ ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الماء في وجود البلاستيذات الخضراء صبغة الكلوروفيل الخضراء وصبغات أخرى ما الذي تعمل؟ تحول طاقة الشمس والطاقة الضوئية إلى ماذا؟ طاقة كيميية تخزن في الغذاء على شكل ماذا؟ سكر ناتج البناء الضوئي هو سكر بسيط هنا يخزن السكر السكر على هيئة ماذا؟ تنتج كمية من السكر يخزن هذا السكر على شكل ماذا؟ أشياء أيهم ينتج طاقة أكثر في العضلات؟ فكر قليلا هل التخمر أم التنفس؟ وأي العملتين تعد مسؤولة عن حدوث عملية إعياء العضلات؟ أيهم ينتج أكثر؟ نعم التنفس ينتج لأكثر من التخمر ماذا؟ ينتج لطاقة إعياء العضلات ناتج عن تراكم حمض ماذا؟ حمض اللاكتيك في الخلايا أيضا لدي هذا الجزء طبعا نحن عارفين الطورة الخلية الطور ماذا؟ البيني تضعف الكروموسومات التمهيدي تكون مرئية الكروموسومات الاستفافة في المنتصف الانفصالي تنفصل والنهائي ينفصل ماذا؟ السيتو بالعزمة ماذا يحدث الكروموسومات في المرحلتين الأولى والثانية من انقسام المنصف؟ في المرحلة الأولى تنفصل الكروموسومات المتضاعفة عن بعضها في المرحلة الثانية تنقسم أو تنفصل الكروموتايدات التي هي الشقيقة المكونة لماذا؟ للكروموسوم وينتج لكم عندي أربع خلايا بها نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية لماذا التجدد مهم للخلايا في المخلوقات الحية؟ لماذا التجدد؟ لأنه يعوض الأجزاء المبتورة أو الأجزاء التالفة ما المقصود بالمخلوقات الحية؟ متعددة المجموعات الكروموسومية ها برأيكم ما هي المخلوقات الحية متعددة للمجموعات الكروموسومية؟ أحسنتم اللي هو تعددية للمجموعات الكروموسومية هيكون عندنا 2 إن 3 إن 6 إن 8 إن مثل إيش عندنا؟ 8 إن مثل ما هو موجود عندنا في الفراولة في الموز متعددة طبعا هي مفيدة إذا كانت في حالة النباتات تعطينا تحسين في الانتياج الزراعي لكن هي قاتلة ومويتة عند الإنسان وعند ماذا؟ الحيون طبعا هنا عملية ماذا؟ ما هو هذه العملية برأيكم أحسنتم رائعين؟ هذه عملية استخدام الأنزيم ما الذي يقوم به الأنزيم؟ يفكك الطعم نستخدم الأنزيم عدة مرات نعم لا يتفاعل لا يغير لكن الهدف ماذا؟ تفكيكوا إلى أبسط منه لاستخراج ماذا؟ أو لتحرر الطاقة طبعا كيف يستفيد النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون؟ ولما يحتاج النبات الأكسجين؟ نحن النبات يحتاج الأكسجين لكي ماذا؟ لكي يقوم بعملية ماذا؟ التنفس ويحتاج ثاني أكسيد الكربون لكي يقوم بعملية ماذا؟ البناء الضوي تتبع مسار إنتاج جزي الأكسجين في النبات إلى استهلاكه في خلايا ماذا؟ في خلايا الإنسان طبعا يقوم النبات بعملية ماذا؟ البناء الضوي باستخدام الماء وثاني أكسيد الكربون والطاقة الضوية لإنتاج السكر ينطلق الأكسجين في الهواء يستخدم ماذا؟ ما الذي يقوم به الإنسان يتنفس ويتنفس لماذا لكي يحرر الطاقة الكيميائية ويحول الطاقة لأشكال ماذا لأشكال أخرى أربع طرق يمكن له جزيات أن تنتقل عبر الغشاء البلازمي فكروا معي أحسنتم رائعين عملية البلعمة عملية إخراج الخلوي عملية الانتشار ماذا المدعوم وأيضا الخاصية ماذا هذه الأسموزية والانتشار البسيط هذه كلها أيضا عبارة عن ماذا انتقال جزيات من وإلى داخل الخير بذلك أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا من اختبارنا المقنن لفصلنا الثالث ادفع نفسك الأمام كل يوم ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن المهم أن تتقدم في الاتجاه السليم أشكر لكم أعزائي الطلاب والطالبات حسنة متعباتكم ابقوا معي في المراجعة الساعة القادمة بحولنا شكرا لكم